موسيقى نشرة الثامنة مساءنا من الميادين والبداية مع العنوين استشهاد جندي مصري في حادث إطلاق نار مع قوات الاحتلال على حدود رفح والقوات المسلحة المصرية تعلن فتح تحقيق في القضية لا يوجد آمن في الشيء لا نطفل آمن ولا الشيخ ولا الامرأة رفح تشيع شهداء مجزرة خيام النازحين الخمسة والأربعين وتنديد دولي واسع بالجريمة ومطالبة بفرض عقوبات دولية على كيان الاحتلال موسيقى إرلندا والنيرويج وأسبانيا تؤكد الاعتراف رسميا غدا بالدولة الفلسطينية وشكوى للتحقيق بطواطئ فوندرلاين في جرائم الحرب في القطاع موسيقى صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع الاحتلال الحدودية ومستوطناته واندلاع حرائق في ميرون وكريات شمونة ومناطق الجليل الأعلى موسيقى نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ثلاثة عمليات مشتركة موسيقى القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أمريكية وأخرى إسرائيلية في المحيط الهندي وثالثة في البحر الأحمر موسيقى مساء الخير أكد الجيش المصري استشهاد أحد جنوده في حادثة إطلاق نار مع الإسرائيليين في منطقة الشريط الحدودي مع رفح وأشار المتحدث في الجيش المصري إلى أن القوات المصرية تجي تحقيقا بواسطة الجيات المختصة في الحادثة القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية على معبر رفح ما أدى إلى استشهاد جندي مصري بنيران قوات الاحتلال موسيقى وحول حادثة معبر رفح ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في القاهرة الزميل محمد ناصر ومن بيت لحم أيضا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام أهلا بكما أبدأ معك محمد ناصر تحديدا من هذا المعطى الجديد الذي يضاف بتأثيراته وتبعاته كيف يتعاطى الجانب المصري مع هذا المعطى؟ أتحدث بالتفاعل على المستوى الشعبي أيضا على المستوى الإعلامي والسياسي الواقع أنه على المستوى الشعبي والإعلامي هناك حالة مع الغضب الشديد كانت بالشارع المصري جراء هذا الحدث لأصفر وفقا لبيان المتحدث العسكري المصري عن استشهاد أحد جنود الأمن في المنطقة الحدودية مع رفحة الفلسطينية أيضا هناك أنباء غير مؤكدة وغير رسمية تتحدث عن عدد من الإصابات بين جنود المصريين ذراء إطلاق النار متبادل بين قوات الإسرائيلية وقوات المصرية في المعبر الحدودية لا شك أن هناك حلم الغضب والترقب لما سوف يتصل إليه ويتم إعلانه من قبل جهات التحقيق المصرية حول ملابسات هذا الحدث وأسبابه وكيف تطور الأمر ووصل إلى سقوط هذا الشهيد المصري على الحدود المصرية أيضا هناك رغبة شديدة من قبل القوى السياسية بين عدد النظر في كل الإجراءات التي اتخذها مصر مع الجانب الإسرائيلي وبخاصة موضوع اتفاقية كامبي ديفيد ومحاولة التخارب من تلك الاتفاقية ودفع القوات المصرية بكامل قوتها إلى الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة وذلك في المحاولة إلى حماية الأراضي المصرية والأمن القوم المصري وهو الأمر الذي تتحدث عنه القيادة المصرية بشكل مكتف وهو الأمر الذي تتحدث عنه الرئيس المصري اليوم في لقائه وقد من الكونجرس الأمريكي أكد فيه أن هناك خطورة حقيقية على الأوضاع بعد اجتياح رفح وبخاصة بعد اجتياح المعبر رفح وممر في لادلفيا بين البلدين لا شك أن هذا الأمر جاء في لحظة غضب شديد لدى الشعب المصري نتيجة المذابح والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ونتيجة إهمال إسرائيل لكل المطالب المصرية بوقف إطلاق النار ومحاولة إيجاد حل تلك الأزمة وانسحاب إسرائيل من المعبر حتى أن وجود إسرائيل في المعبر بلا شك سوف يسبب حلم الاحتقان الشديد لعدة جدود المصريين الذين يرون قوات الاحتلال وهي تمارس هذا العنف تجاه الشعب الفلسطيني وهذا القتل والمجازل التي تقوم بها يوميا على الأمر الذي قد يؤدي بلا شك إلى تظاهر الأوضاع بشكل كبير أعتقد أن مصر وإسرائيل إلى جانب لجنة التحقيق المشكلة الداخلية من قبل مصر ومن قبل قوات المسلحة مصرية هناك اتطال مصري إسرائيلي لمحاولة التحقيق المشترك لوصول إلى أسبابهم لبسات هذا الحادث وهو الحادث ليس الأول منوعة فهذا الحادث متكرر على الحدود المصرية بشكل عام مع جنود الإسرائيليين وما زلنا نذكر الشهيد المصري محمد صلاحا الذي استشهد في أعطاب قيامه باغتيال ثلاثة من الجنود الإسرائيليين على داخل الأراضي الإسرائيلية أثناء تلك الحرب التي تحقوم بها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطين وهذا التطور المهم كيف سينعكس بطبيعة الحال على موقف مصر بالمسار التفاوضي الذي كان يرفض منذ البداية هذه السيطرة العسكرية لإسرائيل على معبر رفح وأيضا باستمرارية آلة القتل الإسرائيلية بحق أهلنا في غزة أعود إليك بهذه النقطة بطبيعة الحال محمد ولكن أنتقل إليك ناصر اللحام تحديدا الرقابة العسكرية وهذا ما نقلته يدعوت أحنانوت في البداية كان هناك نوع من الغموض وعدم التعاطي مع هذا الخبر الآن بعد السماح بيمكن بالحديث عن تبادل لإطلاق نار وفق الرواية الإسرائيلية كيف يمكن مقاربة وأيضا تقييم الموقف الإسرائيلي تحديدا مما جرى تحياتي وفاة إسرائيل سيطرت على الخبر منذ البداية هي صربت هي مساحت هي عادة نشره هي طبخة بشكل يصب في مصلحتها ويتهم المصريين بأنهم هم الطرف الذي بده بإطلاق النار وبالتالي وصولا إلى الإعلان عن شهيد من الجيش المصري التلفزيون الإسرائيلية تناول هذا الموضوع هو الردود شبه رسمية الجنرال جيورا آيلاند وهو شبه رسمي وجنرال مهم يعني وكلمته مسموها أكيد لو اتصالات مع أصحاب القرار قال في ملخص الحديث سنصل إلى التفاهمات مع المصريين لحل الأمر وديا وهو متأكد من ذلك وقال بأن المصريين قلقون متوترون منذ أن دخل الجيش الإسرائيلي رفح وأنه لغاية الآن تستطيع إسرائيل أن تستخدم الجنرالات الأمريكيين لحل أي خلاف لكن هناك لجنة التحقيق الإسرائيلية في الأمر والأمر هو كأنه أصبح من وراء ظهورهم وفي إجابة مباشرة على سؤال المذيعة قال حرفيا سوف نصل إلى تفاهمات وينتهي الأمر كما انتهى الغير وحين أسئل عن تفاصيل العلاقة مع المصريين قال أنا أفضل الحديث بعموميات وليس بخصوصية العموميات لصالح إسرائيل وتخصيص الحديث عن الحدث بحد عينه ربما ليس من مصلحة إسرائيل ونوه إلى أنه في أي لجنة التحقيق بدل عوضاً عن محكمة لاهاي وعوضاً عن العدالة الدولية هو أكترح وهذه الأفكار ربما موجودة عند الجيش الإسرائيل لأنه يتم طلب حضور 90 جنرال أمريكي أو لا الجنرال الأمريكيين يهمسون في أذنهم حين أصلوا تلابيب أيهما أداء وأفضل نحن مع الفلسطينيين في رفح أم الجيش الأمريكي في أفغانستان والجيش الأمريكي في العراق سيقول الجنرالات وهو يضمن ذلك بأن أداء إسرائيل ممتاز قياساً مع أداء أمريكا السيء في أفغانستان وأمريكا لهذه الدرجة الاستهانة بالأحداث وبالعدالة الدولية وبالحق وبحق المدنيين في الحياة في رفح نعم وهنا أعود إليك يا محمد لأنه في إدانة كان حتى قبل هذا الحادث إدانة كبيرة من قبل الجانب المصري للمجزر التي ارتكبت بالأمس بحق الأطفال والنازحين في الخيم في جنوب القطاع تحديداً في منطقة رفح اليوم كل هذه التطورات وهذه الانعكاسات وهذا التبادل لإطلاق النار المباشر وهذا الاشتباك كيف سينعكس على الاتفاقيات اتفاقيات كام ديفيد أيضاً تعديلات الأمنية التي جرت عام 2005 وعلى موقف مصر من المسار التفاوضي التي يعول عليه نتنياهو بمحاولة المراوغة كسب الوقت واستمرارية الإجرام وآلة القتل الإسرائيلية لهذا العضوان أعتقد أنه وفقاً لما ذكره وزير خارجي وفقاً لما ذكرته جهات رسمية مصرية فإن الجميع في مصر يسعون جاهدين إلى الإبقاء على اتفاقية السلام والحفاظ عليها وأن السلام وفقاً لما ذكرته وإختياراته 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 وحد الأمن القومي المصري لهذا العقبوminded ولكن ذلك لا يعني قبول بما يحدد الأمن القومي المصري مقابل الحفاظ على هذا السلام بين مصر وإسرائيل لا شك أن مصر لا تسعى إلى القضاء على اتفاقيت السلام المصري الإسرائيلية ولا تصعيد الأمور مع الجانب الإسرائيلية لحد الوصول إلى مواجهات عسكرية بينهما غير أنها لن تقبل أن يكون هناك مسلس بالأمن القومي المصري وهو ما حدث اليوم بلا شك في هذا الحادث والذي جاء كنتيجة مباشرة لما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا من أي وجود إسرائيلي في معبر رفح وفي مدينة رفح ثم معبر رفح ثم معبر رفح ثم ممر في الاتلفية سوف يؤدي حتما إلى وجود إمكانية الاشتباك المتبادل بين قوات المسلحة المصرية والقوات الإسرائيلية في هذا المكان الأمل الذي أثرت مصر ضرورة فيها أن تنسحب إسرائيل من معبر رفح وبين مدينة رفح وتسعى جاهدة إلى تحقيق ذلك لا شك أن الحادث اليوم ومن قبل الحادث والمجزوة الإجرامية التي ارتكبتها إسرائيل الأمس سوف تؤثر بشكل كبير على مجريات المباحثات المزمع التي يدور حولها الحديث سوف تبدأ يوم السلساء القادم بين كل من مصر والقطر والمتحدة الأمريكية من جانب وأسرائيل من جانب آخر في المحاولة للوصول إلى اهتفاق يؤدي إلى هدنة وإلى وقف الإطلاق النار في غزة لا شك أن هذه الحادث سوف تؤثر بالسلب على مجرى تلك المباحثات والتي لم يتأكد حتى اليوم حتى ما كان عقادها والبعض يتحدث عن الطاهرة والبعض يتحدث عن اللوحة لا شك أن هذه الأمور تمثل حالة ضبابية شديدة ربما تساعد وأعتقد أن هناك مغزى من كل ما يحدث وهو تلك الغمامة السوداء التي تدور في المنطقة والتي تسمح لنتنياه وعصابته وجماعة الجماعة المطرفة التي تحكم إسرائيل باستمرار الحرب واستمرار المجازر دون الوصول إلى أي تسويع ولا وقف إطلاق النار ناصر اكتفى نتنياهو بالتعليق على المجزرة بأنه بالخطأ الكارثي ولكن أصر بأنه ليس لديه استعداد لوقف هذه الحرب أمام هذه الحملات العالمية هذا الضغط الدولي الكبير والتنديد الواسع بما ارتكبته بالأمس طائرات المحتل وجيش الاحتلال بحق المدنيين العزل النازحين في جنوب قطاع غزة هل يمكن القول أن يأخذنا إلى مسارات أخرى تسرع بالانقسام الداخلي داخل إسرائيل وبالتالي الإنعطافة لدى نتنياهو وحكومته إلى المسار بوقف الحرب ووقف هذا العضوان هناك طريقة يستخدمها نتنياهو اليوم اليوم بالذات هي أفضل وسيلة للدفاع الهجوم على منصة الكنيسة هاجم الوفد التفاوضي لصفقة الأسرة وقال إنهم كاذبون وأنه لا يعرقل وأنه لن يوقف الحرب وهاجمهم بعنف وكان هذا أمام أهل الأسرة الذين صرخوا وقاطعوا كلمتها هاجم المحكمة الدولية هاجم جميع معارضي الذي يدعى إلى تشكيل اتلاف حكومي بديل هو الخلاف الذي سيحسن ليس المعارضة ونتنياهو وأهل الأسرة الإسرائيليين واضح أنه جناحهم قصير ولا يستطيعون التأثير فيه وقد سيطر عليهم تماما الكلمة الفصل ستكون لجنرالات الجيش الجيش هو الذي يقرر الآن فيما نزاع السياسيين كبير التعامل ناتنياهو مع الدم الفلسطيني وحتى مع الدم الإسرائيلي بدأ مستهدرا متوحشا وحتى الاتهامات داخل إسرائيل أنه لا يسأل لو قتل جميع الأسرة الإسرائيليين لن يكترث ولن يهدم ولن يقلق في الليل ناتنياهو المهم أن الأمور تسير كما يريد هو وحكومة اليمين لذلك متوقع موجة عنف وفي منتصف الأسبوع يعني في الساعات القادمة 48 سنعرف إذا فشلت الجولة الجديدة لمحادثات التبادل في مهدها أو أنها ربما تفتح نافذة جديد التفاجئ الجميع إذا نجح ناصر اللحام ومحمد ناصر أشكركم جزيل الشكر هذا وشيع أهالي رفح في جنوب قطاع غزة شهداء مجزرة خيم النازحين التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس الدفاع المدني في القطاع أعلن أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على رفح وصل إلى 45 شهيدا وأكثر من 65 جريحا وأشار إلى أنه يواجه صعوبات في الوصول إلى الجرحة بسبب الاستهداف المباشر لتواقمه من قبل الاحتلال من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يجينا على هو التحتلال دعا أنه هذا المكان آمن التفاجئ أنه بعد المغرب أنه صار علينا قصف على بناء العمومة أولاد عمي في داخل مركز الأواة وتم استشهاد جميع من فيه وأجرانهم من النازحين في داخل المكان الآمن وأن حرق الانشتات صار مفحمة في داخل المكان الصغير هذا هذا المكان السابع للنزوح في غزة عنا أصغر طفل هنا رأى عمره شهرين من شهرين إلى خمس سنين هذا أطفال راح في المكان هذا ويعني إيش بيقول لك يعني الدول العربية والدول الأوروبية يعني يحسوا فينا بس يحسوا في ألمنا شوية إبادة نساء وأطفال إحنا خمس نساء هنا بأطفال وشبين يعني واقف بطالة مع الناس وبقول لي يا رب تفرج علينا يا رب تفرج علينا يا رب تفرج علينا يا رب تفرج علينا ما لهم لا في المقاومة ولا لهم في أي حاجة ناسحين آمن مناطق الإنسانية قال عنها يقول هذه مناطق الإنسانية للمساعدات والأمنين وين الواحد بدو يروح لا فيه أمان ولا فيه أي منطقة في كل قطاع غزة أمان أحمد غانن غزة الميادين المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أكد في حديثه للميادين أنه لا توجد منطقة في قطاع غزة صالحة للحياة في ظل قيام الاحتلال بعمليات قتل ممنهجة وأشار إلى أن الاحتلال يواصل عملياته العسكرية ولا يهتم لقرارات محكمة العدل الدولية في الكثير طبعا من الأحداث بعيدة عن رفح حالات التقطع في الجزءات بشكل كبير حالات التهتك في الأجساد بشكل كبير وواضح حالات الحرق اللي ابتصل لدرجة يعني في بعض الأحيان كانت تصل إلى المرحلة لأن العظام تظهر العظام الجلد يدوب والعظام تظهر في أجساد بعض المواطنين نتيجة الاستهدافات للأسف الشديد يعني أكيد وبكل تأكيد هناك أسلحة شيء أو شيء جديد يتم استخدامه من قبل قوات أحتلال في الحقيقة نتحدث عن سبعين لثمانين بالمئة من مقدرات الدفاع المدني تم تدميرها واستهدافة من قبل قوات أحتلال وذلك نجد أن الكثير من الصيغرات خرجت عن الخدمة وتدمرت ونحق مراكز تم تدميرها بشكل واضح قالت الرئاسة الفلسطينية أن مجزرة الاحتلال في رفح على نحو متعمد فاقت كل الحدود وتتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم على نحو فوري وأضافت أن ارتكاب قوات الاحتلال هذه المجزرة هو تحدي لجميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار محكمة العدل الدولية دعية العالم إلى التحرك الفوري لوقف هذا العدوان الشامل قبل أن تطالب الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية في كل مدن القطع إلى ذلك دانت السعودية استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام النازحين شرق رفح الخارجية السعودية دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر والحد من الكارثة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من جهتها شددت الخارجية القطرية على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحؤول دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية ما يعقد جهود الوساطة الجارية الخارجية المصرية لفتت إلى أن استهداف خيام النازحين انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني وطالبت بإنهاء العدوان على غزة ووقف العمليات في رفح كذلك دانت سلطنة عمان الاستهداف الأخير لمخيم النازحين في رفح وأكدت أن مثل هذه الأفعال الشنيعة تستوجب تدخلا دوليا رادعا بما في ذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا البناز أعلنت أن قصف إسرائيل لمخيم نازحين برفح تحدي صارخ للقانون والنظام الدوليين وأضافت البناز أن الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي من دون ضغوط خارجية كما شددت على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بيرل شدد بدوره على ضرورة تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على وقف هجومها فورا على رفح نطالب بتنفيذ قرار المحكمة ومن المؤسف أن مرائنه في الساعات الأخيرة هو أن إسرائيل تواصل العمل العسكرية الذي طلب منها وقفه للأسف قتل هذا الصباح أكثر من ثلاثين شخصا بهجوم في مخيم للاجئين لقد حدث أشياء كثيرة في الأيام الأخيرة ولسيما قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإرسال مذكرات اعتقال إلى المحكمة وهذا قرار مهم من المدعي العام وأريد أن أقول أنه يتعين علينا احتراب عمل المحكمة الجنائية الدولية علينا أن نحترم عمل هذه المؤسسة ونترك للمحكمة أن تقرر من دون تخويف هذا وشهدت العاصمة باريس هذا المساء تجمعا لناشطين ومتظاهرين في الدائرة الثامنة للمطالبة بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة وفرضت الشرطة الفرنسية طوقا أمنيا كبيرا لمنع المتظاهرين من التوجه إلى السفارة الإسرائيلية القريبة مباشرة من العاصمة الفرنسية تنضم إلينا الناشطة الفلسطينية عبير حمد ونتابع أيضا بنوافذ مختلفة هذه التظاهرات التي تعم مختلف العواصم الأوروبية تحديدا نتحدث عن تظاهرات في السويد في روتردام مباشرة من هولندا وكذلك معك عبير بنقل لنا الصورة من باريس تحديدا بهذه الردود الأفعال الإنسانية تجاه المجزرة التي ارتكبت بحق النازحين في جنوب رفح إذا أمكن أن تضعينا بالصورة هناك عن الهتفات عن أبرز المطالبات من قبل المتظاهرين في هذه التظاهرة ما ساء الخير لكم جميعا وألف رحمة على جميع شهدائنا وإن شاء الله النصر لشعبنا يا رب اليوم هي تجمع في ساحة بالحي رقم 8 وقريبة عن سفارة الصهاينة للأسف طبعا المتظاهرين جميعهم يرددون كل التشعارات بمطالبة الحكومة الفرنسية بالتدخل لوقف هذه المجازر للضغط على دولة الصهاينة لوقف هذه المجازر الجميع يطالب فرنسا بأخذ مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ووقف هذه الجرائم تجاه حد حق الشعب الفلسطيني جميع التظاهرون يرددون نحن أطفال غزة جميعنا فلسطينيون يجب وقف شلال الدم في فلسطين كل هذه الهتفات تردد حاليا الشرطة طبعا منعتنا من التقدم مع أنه يعني حاولنا ندخل بالشارع بممكن يوصل إلى سفارة الصهاينة وراح أرجع وفرجيكم شوي نعم من وين كنا إحنا كنا هون وراي إذا ملحبين وكانت هاي الشارع هون ورا كان معبغة كله متظاهرين وأعتقد عم بتشوفوا من بعيد سيارات الشرطة يعني الأمن الفرنسي أغلقوا الشارع كاملة كان هنا في أكثر من آلاف الأشخاص وبعدين رجعونا للمنطقة الخلفية والآن نحن محاصرين من جميع الجهات المشكلة أنه أي شخص بدي يطلع من المظاهرة ممنوع حاليا في الوقت الحالي طبعا كان الهدف هو أن نحن نوصل لسفارة الصهاينة ويصير ضغط هناك وأن نحن نطالب بطرد السفير وأيضا أن فرنسا تطالب دولة الصهاينة بالتوقف ويجب فرض العقوبات على دولة الصهاينة وأيضا بعد كل قرارات محكمة العدل الدولية التي لم يتم نهائيا تنفيذ أي قرار منها لذلك نحن نطالب أن يكون هناك عدل عدل بحق الشعب الفلسطيني وأيضا تطبيق كل القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحق دولة الصهاينة سبحان الله دائما أي دول في العالم يتم بحقها أي قرارات سوء من الأمم المتحدة أو من محكمة العدل الدولية يتم تنفيذها في الحال ويتم طبعا معاقبة أي دولة لا تحترم القانون إلا فقط عندما يأتي الأمر إلى دولة الصهاينة والتي تعتبر هنا في أوروبا حاليا نعتبرها الطفل المدلل لأوروبا لا يسمحون بتنفيذ أي قرار ودولة الصهاينة يحق لها عمل ما تريد وتفعل ما تريد عبير وأنت ناشطة ومتابعة بشكل دقيق بالتفاصيل وخصوصا التحركات منذ السابع من أكتوبر هل يمكن الحديث عن اتساع رقعة اليوم التضامن؟ نحن لا نتحدث عن مشاركين من أصول عربية أو من أصول فلسطينية فقط بل عن أوروبيين اليوم يطالبون بتغيير مواقف حكوماتهم والدعوة إلى وقف هذه الحرب هل يمكن أن تفصل لنا هذه الجزئية برصدك بمتابعتك لهذه التطورات ومسار هذه التظاهرات؟ نعم نعم أنا أكد لك بأنه زمان كنا نطلع بالفعل كان لعداد مختلفة الأشكال مختلفة الأغلبية تكون طبعا من الجاليات العربية والجاليات الغير نحكي فرنسية التي تتضامن معنا طبعا أكيد فيه فرنسيين وكل الاحترام لكل الأشخاص اللي بيشاركوا حاليا الأغلبية هي من الشباب وهذا شيء مطامن جدا بأن عمر الشباب يعني لنقول من المراهقين وما فوق أصبح عددهم كبير جدا جدا قبل كانت يعني متوسط الأعمار مرتفع لنقول طبعا أنتوا سمعتوا عن كل التحركات اللي صارت في جامعات في فرنسا وبذات في باريس هاي شغلة لأول مرة بتحدث بعد يعني ثورات صارت بفرنسا لأمور أخرى طبعا لأول مرة في الجامعات هاي مثلا السربون جامعة طبعا العلوم السياسية والتي يخرج منها كل نقبة فرنسا وسياسيين فرنسا سيانس بوليتيك سيانس بو هاي طبعا كان شيء غير متوقع أبدا بالنسبة للحكومة الفرنسية كانوا الشباب طلبوا في هاي الجامعة أيضا يتظاهرون لمناصرة الشاب الفلسطيني وعملوا طبعا اعتصام في الجامعة وكان العنف يعني لم يسبق له مثيل في جامعات كثيرة يعني يصعب علي أن كم أسمع كل الجامعات اللي عم يحدث حاليا فيها تحركات واعتصامات ومطالبي بوقف للتعاون مع جامعات دولة الصهاينة بالفعل شيء يعني لا نقول في كل مأساة يعني يكون شيء يعطينا الأمل يعطينا الأمل صحيح يعطينا الأمل أن في أوروبا وبالخصة في فرنسا لأنني موجودة هون حقا حقا يعني عم نشوف أشخاص عمرنا بحياتنا ما كنا نتوقع أن نشوفهم بالشوارع سواء من أعمار سواء من يعني أصول أو حتى يعني حتى في أشخاص حقا يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة بيجوا على الكرث المحرك اللي بيجي على العكازي أشخاص يعني عمرهم يتجاوز الثمانين والتسعين موجودين في المظاهرات لفلسطين وهذا شيء حقا يعطينا وهذا بالوعي بالوعي تحول كبير وتحرك إنساني مهم جدا كما ذكرت عبير عبير اسمحي لنا سأبقى معك بالصورة وأنت تنقلين لنا هذه التظاهرة هذه الفعاليات المستمرة المحاولات كما ذكرت للوصول إلى السفارة الإسرائيلية في هذه المنطقة في العاصمة باريس ولكن منعتم من ذلك بسبب الطوق الأمني الذي أقامته الشرطة الفرنسية ولكن سأنتقل إلى الزميلة لنا شاهين أيضا لمواكبة هذه التحركات الجماهيرية الواسعة التي تشهدها العاصمة الأردنية عمان وتنظيم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن التي وقعت بالأمس في رفح لنا إذا أمكن أن تضعينا بالصورة لديك بالتأكيد حالة من الغضب تعم كل اليوم الشعوب الحرة حول العالم حول ما شاهدناه من مشاهد تفوق الوصف بالأمس في هذه المجزرة تفضلي الهواء لك نعم وفى حالة من الغضب غضب عارم بالفعل يجداح نفوس الأردنيين هذه الوقفة هي جزء من وقفات عديدة ومتعددة وفور الإعلان عن مجزر الترفح كان لمخيم البقعة وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن خرجت أيضا مظاهرة في منتصف الليل ويعتبر هو عاصمة اللجوء الفلسطيني في الأردن فعاليات أيضا وفى ليس فقط عند محيط السفارة الإسرائيلية ولكن أيضا على مدار اليوم كانت هناك العديد من الفعاليات تجمع أردنيات من أجل فلسطين ودعم المقاومة كانت لهن وقفة احتجاج أيضا رابطة الكتاب الأردنيين وكانت هذه الوقفات هي لتجديد الدعم لصمود أهالي قطاع غزة وللمقاومة كخيار أوحد وذلك لدحر الاحتلال نحن نتواجد في قلب عمان في محيط السفارة الإسرائيلية وتحت عنوان بعزيمة المقاومة الرد قادم على مجازر الاحتلال خارج الأردنيون ليقولوا كلمتهم أن العدوان يجب أن يتوقف فورا وأن غزة هي تذبح من الوريد إلى الوريد تستبيحها إسرائيل بالطول والعرض قتلا وتدميرا وتجويعا ورغم ذلك أهالي قطاع غزة هم صامدون والمقاومة هي أيضا متواصلة في التصدي للاحتلال ولجيش الاحتلال الإسرائيلي ورغم تأكيدهم من خلال الهتفات الكثيرة التي رفعوها هناك العديد من الرسائل ومن المطالب أيضا أعلنوا عنها وأطلقوها لا سفارة للكيان على أرضك يا عمان هذا شعار دائم متواصل في عمان وذلك رفضا لوجود السفارة الإسرائيلية في الأردن لا تطبيع مع إسرائيل لا تطبيع أردنيا أو عربيا حتى يصبون جامى غضبهم على التطبيع وعلى كل من يطبع مع إسرائيل لا سيما في هذه الحرب التي تشنها على مدار كل هذه الأشهر الطويلة لم يحرك أحد ساكن ولذلك هناك مطالب بالتحرك الفوري وأن إسرائيل هي دولة ليست فوق القانون القانون يجب أن يطبق على إسرائيل لا بد من محاكمة إسرائيل وأضيف إلى ذلك كما يقولون في الهتفات إن أمريكا هي شريك أساسي في هذه الحرب في هذا العدوان لذلك أيضا يطالبون بمحاكمة ومعاقبة أمريكا وإسرائيل على كل هذه المذابح والجرائم ويؤكدون أنهم يقفون إلى جانب المقاومة ويؤكدون أن فصل الخطاب سوف يكتبه صمود أهالي غزة وسوف تخطه بسالة المقاومة وأيضا يؤكدون أن إسرائيل لا تعرف إلا منطق القوة لذلك لا بد من دعم المقاومة بكل السبول المتاحة ويؤكدون أن الشعب الأردنية والشعب الفلسطيني هم في خندق واحد يدافعون ليس فقط عن فلسطين وإنما عن الأمة العربية والإسلامية في وجه إسرائيل وأمريكا إذن حتى هذه الساعة أشكرك جزيل الشكر الزميلة لنا شهين بنقل لنا هذه الفعاليات التي كما ذكرت ليست فقط في العاصمة عمان وبمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية بل نحن نتحدث عن تحركات مستمرة لشعب الأردني الرافض لهذه الإبادة وهذا العدوان المستمر على أهلنا في غزة شكرا جزيلا لك لنا أيضا الشكر موصول للناشطة الفلسطينية عبير حمد كانت معنا مباشرة بنقل وقائع أيضا الفعاليات والتحركات التي تعم وتنتشر بشكل كبير في العواصم الأوروبية تحديدا كانت معنا من العاصمة الفرنسية باريس شكرا جزيلا لكم أعلن وزير الخارجية الإسباني أن بلاده وإرلندا والنرويج ستعلن رسميا غدا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث أشار وزير الخارجية النرويجي إلى أن الوقت بات مناسبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وأكد أنه سيجي العمل على دعم مسار السلام في الشرق الأوسط مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوروبي يتحدثون عن دعم حل الدولتين على أساس حدود عام سبعة وستين لكننا لم نقترب من هذا الحل البعض صور قرارنا على أنه حركة تفرض نتيجة على الأطراف والبعض الآخر وصفه بمكافأة الإرهاب وهو ما نؤكد بأنه بعيد كل البعد عن ذلك فنحن نعترف بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لأننا نريد أن نرى مستقبلا فيه تطبيع علاقات بين الشعبين غدا ستحتفل بلداننا الثلاثة إرلندا ونروج وأسبانيا بيوم تاريخي سيقربنا بالتأكيد من الهدف الذي نطوق إليه جميعا وهو التعايش السلمي والآمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الشرق الأوسط كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف وعلى إسرائيل وقف عمليتها في رفع نحن نشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذونا نعلم أن عددا من الدول الأوروبية إما في طريقها لقيام بذلك أو تفكر في القيام بذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسال يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط وقرار اعتراف النروج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد وأن نشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية وضرورة تحديث التسوية السلمية بإقامة دولة فلسطينية لكسر دوامة العنف في قطاع غزة والضفة الغربية محكمة الجنايات الدولية تسلمت طلبا من منظمات أوروبية بإجراء تحقيق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولو فوندرلاين بتهمة توطئها مع إسرائيل في ارتكاب جرائمها التقرير الزميل موسى عاصي في مواجهة هذه المأساة التي لا توصف ليس هناك سوى رد فعل واحد محتمل أن تقف أوروبا إلى جانب إسرائيل ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في الواقع من واجبها الدفاع عن شعبها كانت هذه بداية مسار طويل من تشجيع أرسولو فوندرلاين لإسرائيل في ارتكاب جرائمها في غزة واليوم حان وقت الحساب بالنسبة لمعهد جينيف الدولي لأبحاث السلام ومجموعة الحقوقين من أجل احترام الالتزامات الدولية في فرنسا ومجموعة أكاديميين وقانونيين في عدد من الدول الأوروبية هؤلاء وجهوا طلبا للمدعي العام في محكمة الجينيات الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة بتهمة التواطئ مع إسرائيل في ارتكاب جرائمها استنادا إلى مجموعة من الوقائع يعتقد مقدمو الطلب أنها كافية لملاحقة رئيسة المفوضية الأوروبية الأفعال التي يمكن الاستناد إليها في تهمة التواطئ مع الجرائم الإسرائيلية تستند أولا إلى دور فوندرلين المركزي في تقديم الدعم العسكري ولسيما من ألمانيا لإسرائيل الثاني هو رفضها تعليق اتفاق التعاون مع إسرائيل ولسيما التعاون الاقتصادي الذي تجني منه إسرائيل أرباحا فائلة والمعروف أن هذا الاتفاق يتضمن بندا واضحا ينص على تعليقه فورا إذا ارتكب أحد الطرفين انتهاكات لحقوق الإنسان مسار طلب التحقيق أمام محكمة الجنايات بدأ وفوندرلين أغذت علما بذلك والكرة في ملعب المدة العام للمحكمة مع تفاؤل مقدمي الطلب بتحقيق مبتغاهم محكمة الجنايات تسلمت طلبنا وسجلته رسميا وأعتقد أنها أعلمت فوندرلين بالأمر الكرة الآن في ملعب المحكمة كما تعلم كنا في السابق نعتقد أن التحرك باتجاه المحاكم الدولية غير مجد لكن بعد صدور طلب التوقيف نتنياهو وجالنت بدنا متفائلين جدا بالمسار الذي سيأخذ طلبنا مقدموا طلب التحقيق مع فوندرلين يعززون اتهامهم لها بالتواطئ في الجرائم الإسرائيلية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أبلغت مرارا وتكرارا بانتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولسيما في قطاع غزة من خلال التقارير الأممية والدولية وتجاهلت رسائل عديدة بهذا الشأن أبرزها من رئيسي الحكومة في كل من إسبانيا وإرلندا موسى عصي جنيف الميادين والآن ننتقل إلى التطورات الميدانية في جبهة الإسناد اللبنانية وتحديدا مع الزميل علي الأحمر مرسل الميادين من جنوب لبنان ليوفينا بآخر التطورات في هذه الجبهة تفضل علي نعم وفا مرحبا بداية هو يوم شهد تصعيدا كبيرا على جبهة الإسناد اللبنانية المقاومة شنت حتى الآن أو أعلنت عن تنفيذها لعشرات عمليات ضد مواقع الاحتلال على طول خط الحدودي مع فلسطين المحتلة ستة عمليات تأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المدنيين ولسيما في عيترون وحولة ولسيما أيضا الاستهداف الذي حصل صباح هذا اليوم من المسيرات الإسرائيلية والتي استهدفت دراجة نارية على مدخل التوارئ لمستشفى الشهيد صلاة غندور في مدينة منتشبيل هذا الاعتداء الإسرائيلي الخطير والتصعيد والذي أدى إلى ارتقاء شهيدين وإلى إصابة عدد من المدنيين هو تصعيد خطير بلا شك حدث صباح هذا اليوم ردت عليه المقاومة بالطبع بعمليات واستهدفت بعمليات النوعية استهدفت فيها الاحتلال نتحدث عن هذه العمليات قصف بعشرات صواريخ الكاتيوشا وصواريخ وراجمة فلق استهدفت مستوطنة كرياتشمونة أيضا المقاومة استهدفت بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستعمرة ميرون إضافة إلى سفسوفا وتصفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا أيضا المقاومة بعد رصد دقيق ومتابعة لتحرك ودخول جنود الاحتلال لمبنى يقا شمال شرق مستوطنة المطلة استهدفتهم بشكل مباشر بالأسلحة المناسبة مع تحقيق إصابة مؤكدة ودقيقة بحسب بيان المقاومة التي أيضا شنت هجوم جوي بالمسيرات الانقضادية على قاعدة بيت هلل العسكرية وتموضع منصات القبة الحديدية فيها وأيضا مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن تواجدهم مع تحقيق إصابة مباشرة ومؤكدة أيضا المقاومة استهدفت موقع الملكية بعملية مركبة مستخدمة عدة أنواع من الأسلحة نتحدث عن الصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية إضافة إلى المسيرات الانقضادية المسلحة التي ألقت بمكذوفاتها على أعدة أهداف داخل موقع الملكي مع تحقيق إصابة مباشرة ومؤكدة إذن هذه هي العمليات التي قامت بها المقاومة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية أيضا أعلنت استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مرق اليوت قرية هونين اللبنانية المحتلة مع تحقيق إصابة مباشرة ومؤكدة أما بالنسبة إلى العمليات التي تأتي إسنادا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة نذكر منها استهداف التجهيزات التجسسية في مسكف عام أيضا استهداف آليات الاحتلال أثناء دخولها إلى الملكية أيضا استهداف موقع السماقة بالأسلحة المناسبة إضافة إلى استهداف موقع زبدين هذه بالنسبة إلى العمليات التي قامت بها المقاومة اليوم أما بالنسبة إلى الاعتداءات كما ذكرت منذ قليل أهم اعتداء أو من أبرزهم كان الاعتداء الذي حصل صباح هذا اليوم أمام مستشفى الشهيد صلاة غندور في بنت جبال إضافة إلى شن الطيران الحربي غرات استهدفت عيتارون بنت جبال الطيري أما القصف المدفعي فاستهدف أطراف النقورة العديسة كفرشوبة الطيبة أيضا رب 30 والحي الجنوبي من مدينة الخيام هذه بالنسبة إلى آخر التطورات حتى الساعة عودة إليك وفا نعم علي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات كنت معنا من جنوب لبنان تفقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مدخل مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبال مطمئنا على الجرحة ومؤكدا أن اعتداءات الاحتلال لن تزيد الأهالي إلا تمسكا بالمقاومة ومواصلة مساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف المذبحة في غزة وآخر مجازرها في رفح والمقاومة أيضا ستستمر بالتصدي للاعتداءات الإسرائيلية ومقابل كل اعتداء على المدنيين ومقابل كل اعتداء على المؤسسات المدنية هناك رد متناسب من المقاومة من أجل ردع هذا العدو نحن لدينا هدف واضح ومحدد أن تقف الحرب على غزة لتقف بقية الجبهات الاستمرار من قبل العدو في هذا التمادي لن يجلب له لا الأمن ولا الأمان ولا الهدوء لذلك نرى أنه هو يستهدف والمقاومة ترد وتؤلمه صحيح لدينا تضحيات لدينا أثمان هذه حرب حرب لها 8 شهر ومن الطبيعي في حرب تمتد على جبهة 100 كيلومتر أن تكون لدينا نحن هذه التضحيات لدينا هذه الأثمان لكن مستعدون لنتحمل ومستعدون لأن نقدم مزيد من التضحيات في سبيل هدف أساسي إنساني وطني بكل المعايير وهو وقف هذه المذبحة ضد الشعب الفلسطيني وقبل أن نستكمل النشرة نشير إلى هذه المشاهد لهذه التظاهرات التي تعم وتتوسع بمختلف العواصم والمدن الأوروبية تحديدا هذه المشاهد تأتينا من برلين في ألمانيا التي نتابع فيها رفع الأعلام الفلسطينية ارتداء الكوفيات من قبل المتظاهرين والتعبير عن تضامنهم مع أهلنا في غزة والدعوة إلى وقف هذه الإبادة الجماعية لسيما بعد المجزرة المروعة التي ارتكبت بحق النازحين في رفع جنوب القطاع نعود إلى سياق النشرة حيث وزعت المقامة الإسلامية في لبنان مشاهد من عملية استهداف ثكنة زرعيت الإسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة ترجمة نانسي قنقر هذا وتداولت حسابات إسرائيلية بشاهدة لصليات صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كرياتشمونة حيث سجلت إصابات بشرية بحسب الإعلام الإسرائيلي كما صدرت تعليمات للمستوطنين بالبقاء في المناطق المحصنة حتى إشعار آخر كذلك تداولت حسابات إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في ميرون والاندلاع حرائق فيها وفي مناطق أخرى في الجليل المحتل ترجمة نانسي قنقر رئيس مستوطنة مارجليوت إيتان دافيدي أعلن قطع العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية وإخراج كل الجنود منها دافيدي أعلن أيضا إغلاق غرفة العمليات العسكرية في المستوطنة وأشار إلى أن مجموعة الحماية ستجد مكان آخر للبقاء فيه ورأى أن مارجليوت ليست بحاجة للحماية من صواريخ حزب الله بل من الحكومة الإسرائيلية التي تدمر المستوطنة بقراراتها مبررا أن المستوطنة تضررت من قرار الحكومة ووزارة الزراعة بنحو أكبر من صواريخ حزب الله المضادة للدروح بحرب الاستنزاف يصفون في إسرائيل الوضع على الجبهة الشمالية عند الحدود مع لبنان فيما الشعور بالأحباط والاستياء دفع رئيس مستوطنة مارجليوت إلى الإعلان عن قطع العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية وأخراج كل جنود الجيش الإسرائيلي من المستوطنة التقرير للزميلة منال إسماعيل قرار الجيش الإسرائيلي تقليص عدد أعضاء ما تسمى مجموعات الحماية في جزء من المستوطنات الشمالية غير المجاورة لاستياج الحدودي مع لبنان أثار الكثير من الانتقادات لكون الحرب بحسب محللين إسرائيليين في ذروتها على الجبهة الشمالية ولكون المستوطنين هناك باتوا يعيشون حرب استنزاف لا حل قريبا لها في الأفق لا أعتقد أنه يجب التطرق إلى الوضع في الشمال بعبارات ارتقاء تدرجي في مستوى التصعيد أنا أرى وضعا واحدا هنا كيؤدي إلى استنزاف بعيد من كل البعد عن عملية قد تؤدي إلى الحسم في الشمال ومع انضمام المزيد من الأهداف في المستوطنات الشمالية إلى دائرة نيران صواريخ حزب الله وتوسع نطاق الدمار فيها كان الانهيار نصيب الكثير من المرافق الاقتصادية والزراعية هناك فيما قرر الكثير من المستوطنين هجر مستوطناتهم بسبب الخوف من حزب الله الذي يحدد وفقا لمعلقين إقاع التوتر هناك لا يوجد هنا من يقطف الثمار أو يعمل هنا سيمر الموسم وكل شيء سيسقط على الأرض لماذا ليأت العمال إلى هنا؟ لأنه في أي لحظة قد يسقط صاروخ وهذا الأمر يتكرر من دون توقف لقد أوجدوا هنا حزاما أمنيا ما كنا نصوره ذات مرة في لبنى أن أصبح هنا عندنا وحزب الله في الواقع هو من يدير كل شيء وفي تعبير واضح عن الشعور بالاستياء والخيبة الذي يعتري المستوطنين في الشمال أعلن رئيس مستوطنة مارغيليوت إتان دافيدي قطع العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية وإخراج كل جنود الجيش الإسرائيلي من المستوطنة في خطوة احتجاجية على أداء الحكومة والجيش الإسرائيليين منال إسماعيل الميادين وإلى جبهة الإسناد اليمنية حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ثلاث عمليات مشتركة على ثلاث سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر اتسار لمظلمية الشعب الفلسطيني وردا على الأدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات مشتركة وعلى النحو التالي الأولى استهدفت سفينة لاريجو ديسيرت الأمريكية في المحيط الهندي والثانية استهدفت سفينة ميسي ميكلاء الإسرائيلية في المحيط الهندي والثالثة استهدفت سفينة من هرفاء ليسا في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وبعون الله تعالى استهدف سلاح الجو المسير بعمليتين نوعيتين مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله وإلى هنا نصل إلى ختم نشت الثامنة مساء شكرا لكم على طيب المتابعة ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين دوت نات باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله